أيها الأحبة حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تهتز له القلوب يقول فيه لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطانا التوكل التفويض المطلق انطراح القلب بين يدي الرب انطراح القلب بين يدي الرب وبدل السبب في سبيل الوصول إلى المراد ولكن فيه توكل وتفيض كامل لله عز وجل لو كنتم كذلك لو فعلتم هكذا لرزقكم كما يرزق هذا السرب من الطيور التي تخرج في الصباح باحثة عن رزقها وهي جائعة ليس في محصلتها شيء ليس في الحوصلة طعام ولكنها لا تعود إلا وقد أعطاها الله ما ملأت به بطنها وسدت به حاجتها هذا ليس فقط في باب ما يأكله الإنسان ويشربه في كل شأن من شؤون حياته تريد من ربك شيئاً آخر شاب يريد أن يتزوج يتوكل على الله ويبذل السبب فتاة تأخر عليها الزواج تتوكل على الله حق التوكل وتسأل ربها عز وجل رجل عنده مشكلة وقعت عليه يتوكل على الله حق التوكل رجل الأصاب هدين يبذل السبب ويتوكل على الله حق توكله الصادق تفويض القلب والطراح القلب بين يدي الله عز وجل هذا مجال يجعل حياتك آمنة لأنك توكلت عليه وهو الذي بيده مقاليد الأمور وهو الذي بيده مفاتيح الفرج وهو الذي يصنع ما يشاء ويفعل ما يريد انتبه لهذا الأمر لا تظن أن في مقدورك أن تفعل أنت وحدك توكل على ربك ولكن كما قلت لك توكل وابذل السبب حتى ولو كان ما أنت فيه من مشكلة كبيرة أو حتى الكبيرة على مستوى الفرد أو الأسرة أو حتى الأمة عندما تتوكل على الله حق التوكل يأتيها الفرج يأتيها النصر يأتيها التوفيق يأتيها السداد لكن تتوكل على الله ومن بدل السبب أن تكون الكلمة واحدة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بارك الله فيكم